انا اسمي روي إبراهيم انا منسق البرامج بالامان الدولية للشبيب الطالب المسيحية بفرنسا جايين اليوم على نورسات الاردن لحتى نخبركم اكتر عن مؤتمرنا العالمي فتابعونا لبعيد الحلقة انا ابراهيم سلم الامان العام للشبيب المسيحية في الاردن اليوم موجودين في مكاتب نورسات لحتى نحكي اكثر عن المؤتمر العالمي السابع عشر لشبيب الطالب المسيحية تابعونا طالق احجازين من اللجنة المنظمة للمؤتمر العالم السابع عشر الذي عقد في عمان اليوم احنا موجودين في مكاتب نورسات للحديث عن تفاصيل هذا المؤتمر عن محاوره وهميته 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 وعقاده عنا في الشرق الأوسط وخاصة في المملكة الاردنية الهاشمية تابعونا مشاهدين العزاء وعبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تليلومير منرحب فيكم في هذا المساء في مقابلة خاصة مع أعضاء من المجلس أو من نقول الأمانة العامة للشبيبة الطالبة المسيحية وهناك مؤتمر وهو المؤتمر السابع عشر المؤتمر العالمي للشبيبة الطالبة المسيحية سوف يقام في عمان الأردن وحبينا في هذه المقابلة أنه نتقابل مع أشخاص متنفذين في هذا المؤتمر للحديث عن أهداف المؤتمر المحاور المؤتمر وبرنامج المؤتمر فرحبوا معي بداية دائماً منرحب بالضيف الضيف عزيز علينا ومن لبنان يعني ومن نقول بيت بيتك بلبنان كونك أنت في مكتب النورسات طبعاً أنتوا أخوة والبيت بيتكم من الأبل فمن رحب الأستاذ روي إبراهيم وهو المنصق البرامج الدولية الأمان العام الدولية فجايبينك تتشتغل معهم يعني وترتب أهلا وسهلا فيك على كل إن وعندنا السيد إبراهيم مسلم وأنت الأمين العام للشبيبة المسيحية في الأردن وطبعاً طارق أنت تقابلنا سابقاً كنت الأمين العام السابق للأمان العام للشبيبة المسيحية والآن أنت مسؤول اللجنة المنظمة فأهلا وسهلا فيكم جميعاً بستوديو نورسات بمكتب النورسات شكراً لك أهلا وسهلا فيك بداية هذا المؤتمر يعني أول إشي تاريخه متى سوف يتم من نبلش معنا الأمين العام المؤتمر رح يبلش المؤتمر رح يبدأ بـ 16.5 وينتهي بـ 26.5 رح يبدأ أكيد بالقداس الافتتاحي بترأس نائب البطريير كأبونا جهاد شويحات ويختتم أيضاً بقداس ختامي بترأس البطريير كفؤاد طوال وأكيد يحتوي على كثير من الفقرات من أمور روحية وأمور دراسية ومحاور عدة مهتم أنه يطرح المؤتمر من الموضيع اللي تخطر على بال الشباب وبيفكروا فيها اليوم نعم أستاذ روي أنت من لبنان حاضر معنا كمان في هذا المؤتمر فتخبرني يعني إيش الأشياء اللي واجهتوها في التحضير لهذا المؤتمر في شيء تحديات صارت والمؤتمر هذا عم بيصير كل فترة أربع سنوات مثل ما خبرتوني فصابقاً وين كان هو؟ صحيح مثل ما ذكرت هو كل أربع سنين بيصير المؤتمر العالمي لشبيب الطالبة المسيحية من أربع سنين كان بأبوجة بنيجيريا وانتخب فريق تنسيق دولة جديد كنت من بيناتهم وانتقلت من لبنان على بريز لتنسيق البرامج واليوم عم بيصير بالأردن بعد أربع سنين صار في تحديات نحن أعلن المؤتمر بيقاب أنه هيكون بالأردن ولكن بعد كم شهر صار في أحداث أليمة بالمنطقة وصار في أزمات كبيرة خلت الدول الأعضاء يكون عندها يمكن بعض التردد ببعض الأحيان صار في شوية تأخير كمانا بالتحضيرات ولكن الحمد لله اليوم زدنا اقتناعاً أنه شهادتنا اليوم ووجودنا بهذه الأراضي الأراضي المؤدسة هي شهادة كبيرة لرسالتنا بوقت الأزمات خاصة نعم كان مثل ما أنت خبرتني أنه كان المؤتمر مفروض سن الماضية بشهر 8 يعني بس أجلتوا كان كان بيقاب ولا هاي السنة كان المفروض بيقاب هو كان مفروض يكون السنة الماضية نعم هو كان مفروض يكون السنة الماضية بس من وراء أزمة الكورونا تأخر الولاية كلها والبرامج كلها تأخرت وأجل لهذه السنة ولكن نحن أعلننا بيقاب أنه الأردن ستستضيف هذا المؤتمر بشهر أيار نعم طب تخبرني أكم من دولة مشاركة في هذا المؤتمر؟ اليوم عنا أكيد أكتر من 25 دولة مشاركة حضوريا في هذا المؤتمر عم نحكي عن أكتر من 110 مشاركين أكتر من 90 شخص جايين من الدول الأجنبية يعني يعني رح يكون مؤتمر دولي بعدة لغات صحيح نحن عنا ثلاث لغات رسمية بينا نقول بلجاك انترناشنل اللي هن الفرنسي والإنجليزي والإسباني فأكيد بوجودنا كمانا بالأردن حيكون عنا كمانا لغة زيادة اللي هي العربية على أمل كمانا أنه تضاف إلى اللغات الرسمية نعم أهلا وسهلا وكم عدد المشاركين لحد الآن؟ اليوم عدد المشاركين حوالا 120 شخص إن شاء الله نعم 90 منهم مثل ما قلنا هي من الدول الأجنبية نعم ما بعرف هذا السؤال بدي أسأله إنه شو كان الهدف من هذا المؤتمر أنا هلا مثلا مطلعة على مؤتمرات السابقة اللي صارت بس من أكم من سنة يعني حتى السابق ما كان في عندي معلومات عنه يعني لكن أنتوا أكيد تلمستوا حاجة الشبيبة وحاجة الجيل الحالي والحاضر لتحديات اللي عم بيواجهها هالحريات المفتوحة اللي عم بتواجهها ومثل ما فهمت من البرنامج المؤتمر أنه أنتوا تركيزكم في هذا المؤتمر على موضوع التعليم فمن بيحب يحكي يخبرنا عن الموضوع تفضل طارق اليوم زي ما بتعرفوا الشباب بشكل عام بيعتبروا أدافة عالة نعم في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما في حدا اليوم بيقدر يغفل دورهم نعم لا حكومات ولا منظمات كل عام اليوم عم بتوجهه وبيتطلع على الشباب شو دوره وإيش هالطاقة الكبيرة اللي عنده الطاقة الحماسية اللي رح يشتغل فيها محاور المؤتمر في عدة محاور التعليم أحد محاورها رح نحكي عن الذكاء الاصطناعي رح نحكي عن حوار الأديان رح نتطرق كمان للبيئة والزراعة كل هاي المواضيع إذا منلاحظها مرات منحس أنه بما أنه إحنا كشبيبة منحس أنه هاي المواضيع مش روحية نعم نحن تعودنا دائما بجلساتنا داخل الشبيبة داخل الكنائس نحكي بمواضيع روحية فكثير الناس بيجي بيقولون ليش بتحكوا عن هاي المحاور قداسة البابا فرانسيس ونحكي الكنيسة الكاثوريكية كمؤسسة كبيرة ومؤثرة في العالم تتناول قضايا عديدة تتناول أيضا قضايا اجتماعية واغتصادية بعاني منها العالم بشكل عام فبتحاول تسلط الضوء عليها بشكل إنساني وأخلاقي فاليوم مثلا احنا عنا عن الذكاء الاصطناعي ذكاء الاصطناعي هو نتيجة التطور الكبير اللي صار بالعالم صحيح فوصلنا لهاي المرحلة اليوم احنا كيف ممكن نستخدمه ونستغله فيه له استخدام أخلاقي واستخدام إيجابي فيه فرص لازم احنا نستغلها وبرضه فيه تحديات وفي نفس الوقت له سلبيات اليوم احنا طرحنا موضوع الذكاء الاصطناعي بحيث نستغله ونستثمره لخير البشرية والإنسانية وهذا دور الشبيبة زمان أول ما طلعت مواقع التواصل الاجتماعي كنا نحكي عن هذا الموضوع باجتماعاتنا ولقاءاتنا ومخيماتنا ونسلط الضوء عليها ونجيب أشخاص مختصين عشان نسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات نعظم الإيجابيات ونستفيد منها ونتحاشى السلبيات أو نخفف منها اليوم أصبح موضوع التواصل الاجتماعي شيء عظيم فإحنا بالأمانة بالأردن والأمانات للدول كلها أمانات الشبيبات كانوا ماخذين خطوات وقائية لهذا الموضوع وكان يطلح بطرق مختلفة فاليوم عندك موضوع الذكاء الاصطناعي شو النتائجه وشو الفرص الموجودة كل هذا إحنا رح نشتغل عليه من هنا وطالع ورح ننطلق لإله يضاف إلى موضوع التعليم والعدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعية المسواة في المجتمعات المسواة في الحقوق والواجبات وكل واحد كيف يأخذ الفرصة ويحصل عليها لأنه حق من حقوقه حتى نحقق المسواة والعدالة فطرحنا موضوع كمان العدالة الاجتماعية في الوصول للتعليم التعليم هو حق للجميع مستوى التعليم نوع التعليم مهاراتي أكاديمي إلى آخرين فأنا سيتم مناقشة هذه المحاور بالتفصيل مع أشخاص مختصين ورح نحكي عن الزراعة والبيئة وتأثيرها وإلى آخرين ونشوف الزراعة بعد كورونا خاصة كثير من الدول صارت تتركز على الأمن الغذائي فحتى تحقق الأمن الغذائي لازم أنت يكون في عندك زراعة حتى تبلش بموضوع الزراعة لازم يكون في عندك بيئة ومناخ سليم فكل الأمور مترابطة مع بعض اليوم يعني سلطاري هلأ أنت ذكرت أن قداسة البابا تحدث عن بعض هذه الأمور وكأنه أنت كمان استمديتوا هذه المواضيع من خلال روح الرسائل قداسة البابا في هذا الموضوع عن الذكاء الاصطناعي وخاصة أن الذكاء الاصطناعي برسالته الأخيرة أنه التركيز على هذا الموضوع بحسناته وسلبياته نعم فحلو أنه أنتوا تطرحوا من خلال هذا المؤتمر لأنه هذه استجابة لرغبة قداسة البابا في الحديث عن هذا الموضوع بالإضافة لموضوع التعليم الذي هو مهم والتنشئ المسيحية نحن كثير في برامج النور ساتم نحكي دائما عن الثقافة المسيحية أنه الإنسان المتعلم لكن المثقف ونركز على موضوع أن الثقافة المسيحية مهمة أكثر من أني أتعلم كدين مسيحي أني أكون أنا عندي هذه الثقافة والمعرفة بأصول وعمق روحانياتي كدين مسيحي فحلو أنه هذه المواضيع عم تطرحوها للشباب بس كيف لسؤالي يعني خاصة إحنا بهالجيل وبدأ أحكي عن الأردن لممكن أشوف بلبنان ووضع مختلف بس كيف أنتوا بتشوفوا تقبل الجيل الحاضر أو الحالي اللي عم بعيشها لـ 2024 كيف يتقبل موضوع هاي المواضيع اللي عم تبحثوها هل هي تساؤلات الشباب هل هي كانت حاجة لمعرفة الشباب عن هاي المواضيع وكيف يفكر فيها كيف ينظر إليها بوحي وإيمانه المسيحي وثقافته المسيحية لا شك أنه هاي المواضيع هي خارجة من الشباب نعم وهذا واحدة من الأشياء اللي كمان اللي كشبيبة وأمانة عم تشتغلت عليها من سنوات إنه إحنا بالعادة نحط خطط للشبيبة نعم ننتقل من موضوع إنه أنا أحط خطة لشو بأتوقع الشب بده لحد ما أوصل إنه أعرف من الشب شو بحتاج لحتى أحط خطته عليها خطتي عليها وهذا الإشي كمان أعتقد إنه المواضيع المطروحة في المؤتمر اليوم هو مواضيع خارجة من الشباب هذا الشباب اللي عم بفكروا فيها اليوم وهي الهاجس الاحتياج اللي عم بفكروا فيه إنه شو بدنا نعمل هلا التقبل تبعهم بحاجة لأنه نكون عم نعمل جهد مشترك بين الطرفين طرف إنه إحنا كمان نغير اللغة المستخدمة لحتى تكون قريبة للغة اللي بيستخدموها الشباب وأيضا يكون الشباب عم بيعملوا جهد أكبر لحتى يدوروا على المحتوى أكثر من الأسلوب دام بيحكي إنه الدكتور هاد مش ممتع بيحكيه نعم فهو بحاجة كمان اليوم إحنا كشباب أنا منهم إنه أدور على المحتوى بعيدا عن الأشياء المغلفة اللي حواليها لأنه أحسن أسوأ الأشياء اللي ممكن تقدم إلنا بتقدم بغلاف جيد نعم وهذا الإشي اللي مضر اليوم الشباب إنه بحطوا التفاحة السيئة بالبوكسل المنيحة يعني للأسف فبحاجة لوعي من الشباب بحاجة لإلنا كمان إحنا نغير اللغة تبعتنا بنفس الثقافة والمحتوى القيم اللي عم نقدمه نعم بس نغلفوا بطريقة يكونوا عم بيستمتعهم عم بيوكلوها يعني هلأ أنتوا حدستوا كمان إنه في عدة دول مشاركة في هذا المؤتمر طبعا الدول مشاركة إلها ثقافات مختلفة يعني إذا دول أوروبية من دول شرق أوسط من دول يعني تختلف ثقافة من بلد إلى بلد هل أنتوا كنتوا حريصين إنكم تختاروا المواضيع اللي بتجتمعوا فيها بالثقافة والمجتمع والحريات مثلاً اللي بيتمتعوا فيها الشباب بهذه المناطق يعني أخذتوا بعين الاعتبار هاي المتغيرات أو هاي الاختلافات؟ شكراً على السؤال لأنه بيصب عن جد بالجهود اللي عم نعملها نحنا أطلقنا مثل ما بيقولوا سورفي لحتى نقدر نعمل استطلاع عن الرأي والحاجات بكل هاي البلدين فكل منطقة بيكون عندها حاجة مختلفة عن منطقة تانية وبنفس الوقت في أسس بتكون متشابهة بهذه المناطق مثلاً لما نحكي عن الوصول إلى التعليم فينا نفكر أوقات أنه اليوم التعليم صار منيح بأوروبا وبعض دولنا كمانا والمناطق ولكن بعد الكورونا صرنا عم نحكي عن منطق جديد بالتعليم وهو الديجيتل الرقمي التعليم الرقمي فاليوم لما نتطلع ببعض الدول والمناطق اللي ما عندها هاي دي البناء التحتية اللي بتعطينا إذا بدنا نقول إنترنت كل الوقت مثل بعض دول أفريقيا وبعض دولنا العربية منلاقي أنه هون صار فيه لا مساواة بين الأشخاص اللي عندها الفرصة للوصول للتعليم الرقمي والعالم اللي ما عندها إنترنت فبدنا نكون عم نشدد على هاي دي الأمور كمانا في عنا مثل ما ذكر زميلنا طارق عن الزراعة والأمن الزراعي واليوم عم نحكي قديش قادرين نكون عم نشتغل على الزراعة المتكاملة ونكون عم نشتغل على الأسس المستدامة مش إنه نعمل شغلة اليوم وبكرة ما نعرف شو هي نتيجة أو تتغير فأكيد أخدنا بعين الاعتبار هايدي الحاجات المختلفة ومع هالنزاعات العالمية اليوم اللي عم بتصير بكل المناطق لقينا إنه وسيئة الأخوة الإنسانية اللي مضيها البابا مع الأزهر بال2019 يمكن من مسؤوليتنا إنه نبلش نحطها بعمل ونبلش تكون عم نشتغلها نحنا بين بعض أول شي فاكر من الهيك قررنا إنه نكون عم نتطرق لهيدي المواضيع كمانا ونشوف شو هن السبل والوسائل اللي بيخلونا إنه نكون عم نعيش سوا مش نتعايش مع بعض بل إنه نقبل إنه نحنا عايشين أصلاً مع بعض نعم حلو أنا انبساطة إنه أنتو كمان عم تستعينوا بالوثيقة الأخوة الإنسانية اللي صدرت من الفاتيكان وأيضاً من الأزهر وأنه عم تطرحوه أمام الشباب على أساس يدرسوها كمان لأنه فيه إشياء كتير وفيه رسائل كتير قداسة البابا بيطلعها على أساس أنه يتنور الشباب وخاصة إنه موجهة للشباب لكن الشباب حياناً كتير بعاد عن هاي الأساس وهاي الأمور يعني من خلال برامج التلفزيون اللي منشوفها إن كانت تتخص بالدينية بالثقافة الدينية أو بالبرامج الوثائقية بعاد كتير يعني بيأخذوا ثقافتهم كلها من السوشال ميديا إن كان من الفيسبوك أو من انستجرام أو من التيك توك أو من السنابشات كل ثقافتهم هاي هي خلال التواصل الاجتماعي أنا ما بقول غلط لكن أنا بحس إنه على الشباب يعوا مسؤوليتهم تجاه ثقافتهم تجاه مبروثهم الديني مبروثهم الثقافي ويحافظوا عليه لأنه إذا ما هن حافظوا عليه انتهت يعني ظل الجيل القديم وعنده انتهت وبلشت الذكاء الاصطناعي وهالتطبيقات والآخرية محت ما سبق والسابق يعني إذا أنت هو الأساس المبنية على حياتنا فكيف ترى الشباب الآن من هذه المعطيات هل عندهم هذا التقبل أم بحاجة أيضا إنه نظلنا نشتغل عليهم المحاولة أكيد لازم في جزء من الشباب ما بدنا نعمم بعيشوا سطحية لكن في ناس بيأخذوا الموضوع دائما بعمق وبطريقة أخرى هلأ زي ما حكى إبراهيم قال له نحن بدنا نظلنا نحاول دائما نحاول وبدنا نمشي وبدنا يعني مرات بتواجهنا صعوبات وتحديات لكن بدنا نطلع على الهدف بدنا نوصله بالرغم كل التحديات ونحول كل فرصة أو كل تحدي لفرصة حتى ننجحه ونغطي أنا اليوم يعني بطلع كشبيبة أردن وكشبيبة في الشرق الأوسط فيها أمل طيب للمستقبل وفيه عدد كبير ونسبة كبيرة من شبابنا المسيحي مؤمن وبيديش أحكي متزمت لكن ماسك إيمانه وعبين يقوله كمان للمستقبل والشباب هم الضامن الوحيد لنقل أي فكرة للمستقبل عشان هيك الكنيسة ما لازم تتجاهلهم هم الوسيل الوحيدة لنقل أي فكرة للمستقبل وأكيد هم زي ما بنعرف دائما بنحكي دائما مصطلح مستقبل الكنيسة مستقبل الكنيسة بين الشباب لأنهم يحملوا الأفكار للمستقبل أكيد أكيد يعني هذه أفكار كتير جميلة أستاذ طارق اللي بتتحدث فيها وأنا كتير يعني أنا بصراحة متفائلة متفائلة بوجود هيك مبادرات يعني فيه كتير ناس تسمع المؤتمر مؤتمر حط بالخرج زي ما بحكوا بهالعامية يعني أنه مؤتمر وهالقرارات أوف القرارات اللي بدها تطلع أو التوصيات اللي بدها تطلع بطلع نحكي قرارات لأنه بحكي لأبو أقولك ما حدا بفرض علي شي اقنعني فيعني هاي الأسلوب الجديد تتبقى تقنع الشباب أنه في شي تجديد عطيني شي أستفيد منه أنا وأحس به هاي الإفادة أن لم أضع يدي على الجرح وأشوف عين المسامير مكان المسامير ومكان الطعم ما بآمن أو ما هيك شبابنا الأيامات هاي يعني ما بيؤمن ففي إحدى البرامج نحنا ببرنامج صباحكم نور عم نحكي عن يعني معنى القيامة بحياة الشخص بحياة الشاب هل أنت لازلت في حزنك وألمك الجمعة الحزينة وما عم تطلع لفجر الأحد مع هالرسل والتلميذ والمريمات اللي طلعوا يشهدوا ويقولوا المسيح قام حقا قام ما تضل هاي الجملة بس كأرددها بشكل إنه لا معنى له بالنسبة لإلي يلا مباركة كل سنة وانتوا سالمين على الماشي لا كيف أعيش هذا المعنى فإحنا بحاجة إنه هذا الجيل بالشباب الواعي مثلكم إنه كمان يرشدوا الشباب الجديد اللي طالعي يعني من عمر عم نحكي على عمر المراخم 15-16 سنة وهاي هي رسالتكم من خلال أمان العامل الشبيبة المسيحية من خلال النشاطات اللي بتقوموا فيها إن كان المؤتمرات اللي أنتوا بتجمعوا فيها كل حتى الدول المشاركة هي دول عم بتعيش نفس الألم بعتقد ونفس الجيل هذا يعني بغض النظر وين عم تحكي بأوروبا ولا بأميركا ولا بأستراليا ولا بكندا ولا بميدل إيس بالشرق الأوسط أنت بتحكي على نفس يعني تكوين الشاب هلأ مظبوط أنه بكون مثلا ثقافة مختلفة حريات مختلفة لكن المعنى الحقيقي للشاب المؤمن المسيحي أنه كيف يعيش القيامة ويحضر لأبديته الحياة الأبدية مظبوط أستاذ طارق كنا تحدثنا على يعني قبل الهوى عن موضوع أنه الشاباء بالأيامات فيه تحديات كثيرة عندك كانت تحديات اقتصادية وتحديات اجتماعية الشاب بتلاقيه بركض بس بدي يؤمن حياته بدي يؤمن مستقبل وبيدي يتجوز بيصير عنده بيت بدي يصير عنده عيلة فبينسى الأمور الجوهرية الحياتية لكن كيف بقدر أنا أرجع ألمها العيلة وأضمها تحت جناحها الكنيسة هذا تحدي نعم يعني بدنا نكون واضحين وصريحين وزي ما حكينا قبل شوي داما إذا بدنا نعالج لازم نحط إيدنا على الوجع ونحدد وين الألم حتى نبلش نعالج الدول الكنيسة جدا مهم نعم ودول الكنيسة بدعم العلمانيين نعم وقادة الحركات الكنسية وقادة الحركات الشبابية داخل الكنيسة كلها بتكون تحت مظلة الكنيسة ضروري جدا هذول بدهم دعم كبير حتى ينطلقوا ويجذبوا الشباب يرجعوهم لهالحضير الكبيرة نعم ومهم جدا كمان نركز على موضوع تأهيل القادة وتأهيل المسؤولين حتى يكونوا يكونوا على قدر كبير من الكفاءة بجذب هذول الأشخاص للكنيسة مرة أخرى وأيضا يعني من ناحية أخرى كمان احنا المفروض داما نرب الأجيال القادمة نعم حتى ثقافتنا الأسرية والعائلية داما بيحكي لنا خلص توجيه بترتاح خلص جامعة بترتاح لا احنا وحياتك كلها يعني الطريق ما رح تكون مفروشة ورد بالعكس حياتنا رح تكون مفروشة أشواك انت بدك تتعلم كيف تتقلع هالأشواك هاي وتخلي طريقك سهلة نعم فكمان ثقافتنا الأسرية والعائلية لازم تتغير وتخليه يكون عنا داما مجال انه لازم حياتنا احنا عايشين في حياة كلها جهاد وكفاع نعم فهاي الثقافة لازم تدخل عائلاتنا مرة ثانية ونبعد عن أسلوب التدليل وتجميل المستقبل لا المستقبل جميل لكن بتعبوا جهد أكثر من انه بس هيك نزراعها أو نحط صورة أمام شبابنا بالعكس صورة خاطئة وبتفاجأوا بين الواقع اللي رح يعيشوا وبين الشيء كانوا متوقعينه فهاي الفجول الكبير بتحطهم بصدمة وإحباط وممكن كما تبعدهم على الكنيسة نعم في كتير أشخاص شبيب يعني من الشبيبة أو من الشباب من الصبايا والشباب احنا نحكي لما منقول شباب يعني احنا منضوم كمان الصبايا بلاقوا انه فيه تقصير من الكنيسة وبعض الأسر كمان بتلاقي انه فيه تقصير من الكنيسة هل ترى ان الكنيسة في القاون الأخيرة شوي تراجعت في تحمل مسؤوليتها من خلال الإرشاد والتعليم صحيح كنا نقول انه الكنيسة شوي بعيدة عن الواقع اللي بعيشوا الشباب أو المجتمع بس ما فينا ننكر انه مع البابا فرانسيس الكنيسة عملت خطوات كتير كبيرة ومهمة نحو الواقع اللي عم نعيشوا بمجتمعنا منبلش يمكن بالرسالة البابوية طبع لو داتو سي اللي كان باعتقد اكبر نداء يمكن سياسة كمانا لكل رؤسة الدول أول فيه ولا كل فرد مننا يبلش هيدا التحول الداخلي والوعي انه نحنا كلنا موحدين مع الخليقة فالطريقة نحنا اللي منعامل فيها الخليقة بتعكس الطريقة اللي منعامل فيها الخالق فبلش من هون يركز على أمور كتير بتلمس كل حدا مننا وكيف عم نعيشهم ورجع كفى هيدا الرسالة مؤخرا برسالة جديدة اللي وضعتوا دايهم فهودي حيكونوا رسالتين عم ندرسهم أكتر ونتعمق فيهم لنشوف قديش بيلتقوا مع حاجاتنا اليومية وكيف قدرين كمانا نكون عم نعيشهم بحياتنا اليومية ما فينا كمانا ننكر وسيئة الأخوة الإنسانية اجت بزمن صراعات عم بتصير دينية وكيف أنا نقولها مش سهلا فيه التشدد الديني والعنف فهيدي كمانا اجت بعلمات الأزمنة اللي حتى تقول انه نحنا ما نبني جسور سوا ورجعوا وذكروا كيف كمانا النبي محمد على أيامه وكان عم بعيش ويطلب بالعيش المشترك والسواسية كلهم قدام القانون واليوم الأزهر عم بيرجع ينبش بالتاريخ والأرشيف كل الوسائق اللي بترجع بتحمي كل الأشخاص اللي عندها إيمان مختلف عن بعضها بس نكون كلنا عايشين مع بعض باحترام وبسلام كمانا مع النداء البابا كرمال القيم باستعمال الذكاء الاصطناعي والإنترنت عم يجارب قدمة فيه إنه يلاحق الشباب بشو عم بيعيشوا التقنياتهم الجديدة اللي عم نسكرها فهنا باتي اتنينا مسؤولين نحنا عنا مسؤولية اللي هي إنه عم نعيش كلنا هيدا الوحدة والكنيسة اللي هي كمانا هي جسد المسيح كلنا واحد من شكل جسد المسيح والكنيسة المؤسستية عم بتجرب كمانا إنه تكون أقرب إلى الإنسان فهون منعيش هيدا الخبرة اللقاء اتنينا مع بعض نعم هلأ إحنا لما بتحكوا عن العيش المشترك أو الحوار ما بين أتباع الديانات المختلفة في ديانات يعني إحنا مثلا بالأردن عندنا إسلام مسيحي معناش ديانات ثالثة يعني في بعض الدول في ثلاثة يعني مع اليهودية في بعض الدول في عندهم رابعة وخمسة وستسة فهو الاختلاف في موضوع العقائد والدين صحب أنك يعني أنك تحكي بكل محور بمحتوى لكل دين يعني بس هي الفكرة الواحدة اللي ربنا أعطانا إياها الوصية لأنها أعظمها وصية المحبة إنه لما نركز على وصية المحبة ما بيننا فهي اللغة المشتركة اللي بتجمعنا بغض النظر أنت دينك شو أنت دينك شو يعني حتى كمان يعني إذا بدك تقول إنه ربنا أعطانا حتى الأسلوب كيف نتعامل فيه مع الآخر قال له أحب قريبك حبك لنفسك وزي ما بتحب لإلك حب لغيرك فهي اللغة المحبة بعتقد إنه علينا نحن إن كان ببرامجنا وإنتوا إن كان بمؤتمركم بندواتكم إنه تركزوا على لغة المحبة وهي اللغة المفهومة عند الشباب هلأ فيه فيه زي ما حكى روي كمان نطلق من مواضيع كثير مهمة هي عن التعليم والذكاء الاصطناعي وإلى آخره وكيف لازم نعيش الأخوة الإنسانية هلأ فيه أرضية مشتركة هاي المواضيع تعتبر أرضية مشتركة لكل أصحاب الديانات بالعالم لينطلقوا من خلالها بموضوع الإنساني ينطلقوا من خلالها لحل المشاكل هاي وحتى يكون فيه أخوه تعايش وعيش مشترك أيضا كمان حتى نحل مشكلة الاختلافات اللي هي كمان حتى نعيش بعدالة ومسواة وعدالة اجتماعية بالعالم عم نحكي مش بمكان محدد من خلال المواطنة أنه الإنسان يأخذ كامل حقوقه وواجباته يأديها اتجاه بلده ينتمي لبلده لمجتمعه فبالتالي المواطنة هي بتحقق العدالة بين الناس وبتشيل الاختلافات بغض النظر كان فيه اختلاف ديني أو اختلاف عقائدي أو فكري أو اجتماعي نعم فيه مشتركين من فلسطين لأراضي المقدسة نعم رح يكون فيه شخصين بيشاركوا عن فلسطين في المؤتمر نعم يعني من الداخل أم من فلسطين فيه شخص مقدسي وفيه شخص من الضفة من الضفة نعم فوجودهم معكم كمان يعني بيعطوها الخبرات اللي عم بيعيشوها يعني بهالتحدي الكبير يعني الشباب عم بيعيشوا تحدي كتير كبير في الأراضي المقدسة من خلال حرب غزة فرح تطرحوا شي مواضيع مثل هيك بالمؤتمر يعني احنا رح نكون عصنا عم نحكي أكيد أكيد موجود هو وجود أكيد مهم معنا بهذه اللحظات وخاصة إنه موضوع غزة هو مش موضوع يخص فقط فلسطين نعم وموضوع يخص هي حرب إنسانية قضية إنسانية اليوم انتقلت من موضوع أرض أو دين أو شخص نعم يعني إذا بنحكي عن اللي بيصير هو بلمس قلب كل إنسان نعم يعني حتى لو كان ملحدا يعني بحس حالة لازم دائما هو يجاهد ويسعى لوحده في موضوع إنه يحقق عدالة لنفسه أو يحقق مستقبل لنفسه بعيد عن الكنيسة بعيد عن الدين بعيد عن كل هاي الأمور فحلو يعني إنه طرحته كمان هذا أنا بعتبره كمان أحد التحديات بتواجه الشباب وبعتقد كمان فيه كتير دول عم بتعاني نفس المستوى من الحرب لأنها بصراحة يعني حرب يعني غير سوية أبدا وحرب يعني لا إنسانية يعني في الصميم ففيه هاش عدالة 100% هذا إحنا ما منتساءل فيه لكن فيه أكيد بلدان تانية عم بتعيش برضو كمان إن كان أوكرانيا وإن كان اللي عم بيصير بالسودان وإن كان اللي عم بيصير باليمن وإن كان اللي عم بيصير وحتى كمان بلبنان يعني هالاستقرار فيه عايشين بلبنان الشباب كيف عم بتعيش بلبنان يعني أكيد فيه تحديات كتير كبيرة صح مثل ما ذكرتي يعني المنطقة كلها عم تغلي وكلها عايش بأزمات من سوريا لفلسطين للبنان يعني الوضع منه مستقر الشباب لما بدون ينمو ويتطوروا بحاجة لبيئة تكون مستقرة لحتى هني يقدروا ينطلقوا للحياة صح يعني ما بنا نلومهم للشباب صح يعني بنا نعطيهم الحق فيه يعني إنهم هني أحيانا ضايعين مش عارفين وين يتجهوا يعني هالبوصلة بتضيع أحيانا هو أصلا في هيدا التناقض يعني بالحياة إنه الشباب هني نبض الحياة والمجتمع نعم وبنفس الوقت هني بحاجة كمان لبيئة حاضنة لحتى يقدروا ينمو بالظبط فهل اتكالنا عليهم للتغيير نعم أو كمان لا هني كمان ضحية لحتى يكونوا كمان بدون بحاجة إنه هني يكونوا عم ينمو بحياة كريمة وسعيدة وعادلة نعم نعم فأنا حبي إنه أنتو تحكوا كمان تحبوا تضيفوا شي عن المؤتمر والحديث عنه لأنه يعني تحدثنا عن أمور كثيرة بالمؤتمر فيه أشياء هل فيه هناك برنامج ترفيه سياحي فراح يصير يعني كمان يعني اللي جايين من برا حلو تعرفوهم على أكيد ما بيخفيكم هذا الإشي ما بيخيب عن بالكم هو يعني أنا هلأ عم بفكر إنه إحنا أجينا نحكي عن المؤتمر فتحنا يمكن ست سبع موضع رئيسي وهذا بيثبت قديش الموضوع المطروحة في المؤتمر هي موضوع شائكة وتعنينا حتى إحنا يعني بغض النظر عن توجهاتنا فالمؤتمر نعم هو رح يطرح هذول الموضوع وخاصة كمان كنا بنحكي على موضوع إنه كمان الإعلام عم بيأثر اليوم على الثقافة كنا بنحكي إنه ليش هاي الموضوع بتخص الكل ليش لأنه صار مصدر الثقافة واحد اليوم الريلي اللي أنا بحضره على الإنستجرام اللي بفرنسا عم بيحضره واللي بجنوب إفريقيا عم بيحضره واللي بتنزانيا عم بيحضره فكمان عم بتشكل ثقافتي من خلال السوشيال ميديا اللي أنا عم بيحضره والكل عم بيحضره نعم فممكن نحكي أكثر على الموضوع فينا جلسة الفتاحية هو واحدة من أهم الجلسات اللي رح تكون رح تكون بالمركز الثقافي الملكي في قاعة المؤتمرات رح تكون برعاية ملكية سمو الأمير علي تكون المتشرف في وجوده شخصيا ولكن رح يكون معنا معالي الدكتورة هيفا نجار وزيفة الثقافة منتدبة عن الأمير علي نعم ورح يكون منطرح فيها الأربع مواضيع الرئيسية الموجودة في المؤتمر اللي رح تتكمل معنا خلال المؤتمر كامل رح نحكي عن العدالة الاجتماعية في الوصول للتعليم رح تكون مع سعد دكتور طلال أبو غزالة رح نحكي كمان عن الزراعة الذكية مع دكتور نزار حداد رح نحكي كمان ممكن مع تأثير الإعلام رح يكون مع أبونا دكتور رفعة بدر رح نكون عن التعايش الديني والسلام مع دكتور عبد الرحمن الكيلاني عمية كلية الشريعة في الجامعة الأردنية نعم فهي الموضيع اللي رح تكون عم بترافقنا وهي الدعوة عامة على الجلسة الافتاحية نعم نعم فبندعو الجميع اللي عم بحضرنا اليوم اللي معنا يسمع هاي الموضيع وموضيع كمان موضيع مختلفة رح تكون موجودة بهاي الجلسة اللي بالأردن مثلا حابين من الشبيبة ومن الرعاية يعني فيه تنصيق مع الرعاية مثلا أنهم تأمنوا مواصلات من الجنوب أو من الشمال لأنهم يجوا يحتروا ولا كل رعية حسب نعم آه هي تم توجيه دعوات نعم فيه توجيه دعوات رسمية تم توجيهها يعني للشخصيات الرسمية والجهات الرسمية والتسجيل كان عم بيكون موجود لعنا ولكن أكيد اللي معني بهاي الموضوع ما رح نكون عم نسكر الباب وجهه بلاكس أكيد أهلا وسهلا طبعا للجميع وهي دعوة منكم يعني للجميع واللي بيشاهدونا عبر فضائت النورسات آه إنه اللي حابب يحضر فيه تنصيق معيهم اللي يجوا يدخل من الباب أهلا وسهلا فيهم بالعكس يعني موجودة الأبواب مفتوحة للكل يعني أبناء الشبيبة في كل أبناء الشبيبة والفعاليات الكنسية وأي شخص حاب يحضر آآ الأبواب مفتوحة آآ نهار السابت نعم وفيه نهار الاثنين عندكم في مادبة بجامعة مادبة بالجامعة الأمريكية نعم الاثنين رحكون فيه ندوة حول التعليم حول التعليم آآ متخصصة حول التعليم فيه ندوة مهمة برضو واحدة من الجلسات الرئيسية رح تكون في المؤتمر هي ندوة حول التعليم بالخصوص رح تكون في الجامعة الأمريكية في مادبة نعم رح كوننا أكيد برعاية رئيس الجامعة الدكتور مأمون عكروش رح كوننا عم نحكي عن العالم بعد كوفيد 19 بين تكنولوجيا والإنترنت مع معالي دكتور معين قطمين رح نحكي عن العدالة الاجتماعية برضو في التعليم مع دكتورة ميادة أبو جابر ورح نحكي عن التعليم الأكاديمي رح كون معنا دكتور متخصص من الجامعة الأمريكية وتمكين قادة المستقبل برضو مع أمين عام سابق وأيضاً HR Director لصفات البترول أرتيم بولاديان فهي الموضوع كمان بتخص أبناء التوجيهي اللي معنيين يسمعوا اليوم عن التعليم وعن وين ممكن يتوجهوا للتعليم تخصصاتهم حتى رح نحكي عن ترند اليوم موجود في العالم هل الشاب اليوم بيحتاج لشهادة جامعية لحتى يكون ناجح في حياته برضو هاي من الموضوع المطروحة بالجامعة الأمريكية فدعوة عامة لكل الشباب الطلاب الجامعيين وحتى التوجيه لحتى يشاركونها يعني أهلاً وسهلاً في الجميع طبعاً عنا كمان يوم الاثنين بس من يوم الاثنين تلعة وأربعة وخميس بنرجع للجمعة في عندكم الجمعة هو الختام السبت أو السبت السبت والخدرس الختام فمن يوم الاثنين ليوم السبت لوقت الختام رح يكون فيه يعني هذا القاب إيش بيكون فيه موجود طبعاً طبعاً وداعين بصراحة متحدثين من الأردن هم من إخواننا المسلمين والموجودين المتحدثين المتخصصين اطلعنا قديش أهمية الموضوع وقديش ممكن ينطرح بقوة كبيرة يستفيدوا من هالشباب الثالث يوم رح يكون عندنا زي ما خبرنا براهيب بالجامعة الأمريكية نعم ونفس يوم الجامعة الأمريكية بعد الظهر رح يكون عندنا يوم رياضي ورح ينعمل فيه زي مباريات وتحديات مع طلبة من الجامعة الأمريكية وأبناء الشبيبات وفي أكاديمية أكاديمية متخصصة بتدريب كورة القدم رح يشاركه معنا كنوع من الإنغماس المجتمعي هذا الإشي اللي بركز عليه أولاد الشبيبة دورهم مش فقط يكونوا داخل أسوار الدير دورهم ونشاطهم لازم يكون أيضاً في المجتمع عشان هيك عملنا فكرة الإنغماس رح يكون عندنا يوم الثلاثة أيضاً خلنحكي جلسات داخلية بتحكي عن البيئة المتكاملة بنفس الجامعة بنفس لا رح نكون بسيدة السلام نرجع يوم الثلاثة نحكي عن البيئة المتكاملة رح نحكي عن الزراعة رح نحكي عن تأثير الإعلام ورح نستضيف في أشخاص متخصصين بهذا المجال وبعدين يوم الأربعة رح يكون عندنا قداس بالمغتص بموقع معمودية السيد المسيح مع الكاردنال بيرباتيستا بطرييرك القدس رح يرافقنا ورح يكون موجود مع المشاركين وهذا شرف لأن تواجده معنا وبعدها رح يكون فيه جلسات خاصة بالأمان العالمية وجلسات تشريعية خاصة فيهم لاتخاذ قرارات معينة وعمليات انتخاب بظلها جلسات مغلقة رح تقام في الأردن طبعا لأول مرة يوم السبت رح يكون في عنا القداس الختامي مع سيادة الباطرييرك فؤاد أطوال بمركز سيدة السلام نعم حلو فنتشرف أيضا بحضور الجميع على هاي القدس حلو حلو برنامج حافل زخم شوية زخم بعض ما سيحدث بعض ما سيحدث يعني عنا قدش متحدث برافين عنا 26 متحدث ما شاء الله متخصص في مجالات من برا من برا داخل الأردن اوكي أكم من شخص متحدث رح يكون عنا 26 متحدث متخصص متخصص في موضيع بالستة عنوين الرئيسية من الأردن وخارج الأردن من الأردن ولكن لما كنا عم نبحث عن مين يتحدث بالموضوع كنا ندور على الإختصاص أكثر من هل هو من أي طائفة أو من أي دين ما كنا معنيين بقديش ممكن يستفيدوا الشباب لحتى يسمعوا حلو ونحط أشخاص أكيد قدام ثلاثين دولة جايين أشخاص كمان يعبوا الرازي كمان بالعنبية أكيد طبعا أنت بتقولي 26 متحدث ممكن تحكي لنا من قائمة المتحدثين بمأنها مسكورة قدامك صعبة الحفظ صعبة الحفظ حكينا عن جلسة الافتتاحية وحكينا عن ندوة الجامعة الأمريكية بتحبوا أن نعيد الأسماء نعم دكتور عبد الرحمن الكلاني عمية كلية الشريعة في الجامعة الأردنية سعادة دكتور طلال أبو غزالة دكتور نزار حداد المدير العام لمركز البحوث الزراعية لأبد دكتور رفعت بدر دكتور محمد عيادات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني العدالة البيئية المهندسة روبا الزعبي دكتور واقل أبو الشعر المونسونيور ناريك لويس رح كون معنا دكتور مروان مأمون عكروش رح كون معنا دكتور معان قطمين دكتور ميادة أبو جابر أرتيم بولاديان الأخت ليليا النمري دكتور موسى شتاوي المحامي معاد أبو الدلو دكتور صباح حراحشة دكتور ريمة دياب والأب ريتشارد الدكتور محمد عطير معالي الدكتور محمد المومني والإعلامية رند عازر موفقين شخصيات مؤثرة وقوية أنا أتمنى لكم التوفيق بهذا المؤتمر أحب نختم اللقاء الجميل ونحضر لها المؤتمر بروح منفتحة وأمل جديد للشباب أنهم يستفيدوا من هذا المؤتمر ويستفيدوا بما يخرج عن هذا المؤتمر فكلمة أخيرة من كل واحد أستاذ طارق شكراً للإستضافة يعني داماً بيت نهض أهلاً وسهلاً موجودين فيه ولا آخر مرة العمل موجود والحصاد كبير زي ما بيحكوا بالكتاب المقدس لكن احنا بحاجة داماً لعمل احنا اليوم موجودين بكرة رح يجي جيل ثاني يستلم دائماً بدنا نشكر الأمانة العامة أنا بجوزة طلعت منها صلي فترة لكن عم بشوف الأمانة العامة عم تتقدم بطريقة جداً ممتازة وعم تتفاعل مع الشباب بفكرهم نعم والفكر الحي وأنا بدي أوجههم تحية وأحكي لهم شكراً لإلكوا والله يقويكوا وشكراً لكل شخص عم بيدعم الشبيبة وبدعم الحركات الشبابية في الأولى حالو حالو أستاذ إبراهيم أو أستاذ روي يعني نعم كمانا أنا بجدد شكري للكون لإصدافتكن إلنا كمانا وبدي نوح كمانا بالدور الكبير اللي عم تلعبه الشبيبة بالأردن وشبيب الطالب المسيحية خاصة بالأردن لأنه عم تكون كدوة للشبيبات بالمنطقة كمانا خاصة بالزخم والتنظيم والإرادة كمانا بالعمل هيدا الشي منو أفيدنت يعني ما بيصير وين مكان فكمانا تقدير كتير كبير للكون وشكرا كمانا لحضرتك واجبنا شكرا أستاذ إبراهيم شكرا لك اليوم هو شعور اليوم بالمؤتمر شعور بالفخر إنه شايفة الأردن اليوم قادرة على إنه تنظم هذا المؤتمر العالمي اللي زي ما حكى روي هو مش سهل ومش كل مرة عم بيصير يعني فأنا بدع الجميع أي واحد بيقدر حتى يكون عم بيكون شريك مع الأمانة دايما الأمانة عم بتمد إيدها لحتى تكون خاصة بهاي السنة اللي إحنا عنا توجه لأنه نكون عنا شراكة مع كل المؤسسات الكنسية والمدنية لحتى نشتغل مع بعض لهدف واحده هو الشباب اليوم حكينا كثيرا عن موضوع الشباب الشباب مش بس حاضر المستقبل الشباب مش بس مستقبل الكنيسة يوم حاضرها يعني اليوم الشباب هم اللي عم بيشتغلوا هم اللي راح يكونوا عم بربوا الولاد اللي راح يكونوا بالتغيير اللي لازم يسير للمستقبل نعم فأنا بدعو الكل حتى الشباب يكونوا ينتسبوا لهي حركة الشبيبة هيدعوا من هون من نورسات إن شاء الله إذا كنت انت بحركة الشبيبة أكيد راح تحقق ذاتك ورح تعيش حياة مليئة بالقيم ورح تقدر تقدم للمجتمع بكل تغيير لأنه هو المكان اللي قادر يعطيك هذا الفرصة حلو حلو يعني احنا بنتمنى لكم التوفيق في هذا المؤتمر ومثل ما ذكرنا يعني بجهود بجهودكم الطيبة والشباب اللي انتو عم بتقودوا الشباب اللي مثلكم وأيضا الشباب الحاضر ومستقبل الكنيسة من الشباب لأنه كنيستنا حية مش كنيست حجارة فقط وهيك لأنها هي الحجارة الحية وبناء الإنسان يعني هذي كمان من مسئولية الشباب وأنتون وضعتوا بأماكن للقيادة كأمين عام وأمين عام صابق ومنصق دولي للأمانة العامة للشبيبة المسيحية يعني وتعاونكم مع بعض من كافة الدول لتحقيق هذا الهدف يعني هذه هي بعتقد اللي هي مغزى هالمؤتمر وهاللبة الخميرة اللي عم تحطوها في هالعجين وهالغرس الصالح من هالبذار القمح اللي عم تزرعوه ولعلها تنبت نباتاً كثيراً وجزيلة العطاء زي ما بقول ومثل ما تفضل يقول أنه العمل كثير والحصاده كثير والفعلة قليلون إن شاء الله يا ربي قادر ربنا أنه يجد فعلة لحصاده وأنه اتحققوا الأهداف لخدمة الكنيسة وخدمة كلمة ربنا وخدمة الإنسان كإنسان أنا بتشكركم مرة تانية عوجودكم معنا بستوديو النورسات بمكتب النورسات بعمان بشكرك يا أستاذ طارق أنت أمين عام سابق ولكن أيضاً أنت عم منظم لهذا المؤتمر أيضاً مع هالشباب الأمين العام حالياً الأستاذ إبراهيم مسلم أنا بشكرك على حضورك وهالكلام القيم اللي حكيت لنا يوم شاركتك لإلنا والنورسات والمستمعين والدعوة اللي وجهتوها كمان من خلال النورسات للشباب إنهم يحضروا هذا المؤتمر وتحميسكم لإلهم يعني حلو كتير ضيفنا العزيز ومنقول إنه من بيروت بظلوا إنه أنتو كمان أهل البيت عندنا بالنورسات منقول للأستاذ روي إبراهيم أهلاً وسهلاً فيه بتمنى لكم يا ربي يعني هذا المؤتمر مثل ما حكينا هالحلم الشبابي المرجو منه وأيضاً ضل علينا إشي نحكي كلمة أخيرة أنتو كفينا وأنتو ما شاء الله عليكم وأيضاً ممكن ننوه على شعار هذا المؤتمر اللي هو شبيبة تشاعب الإيمان بعالم الأزمات لحتى نكون عم نحكي عن دورنا اليوم بخلق الأمل لمجتمعنا وللعالم كله حلو حلو طبعاً الشعار ربيتكم تعطونا إياتا نظهره على فيه لوجو لإيلون إن شاء الله يعني ونحنا نتحدث كمان إلنا لقاء ثاني كمان خلال المؤتمر ورح نغطي نحنا كنورسات المؤتمر إن كان بالأداس الافتتاحي والأداس الختامي وبعض الجلسات المؤتمر فإن شاء الله إن شاء الله منكون حاضرين خلال هالفترة القادمة رح تشوفونا كثير أهلاً فيكم وأنتم أعزائنا مشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية نشكركم على متابعتكم إن شاء الله تكون الحلقة قد استمتعتوا فيها وأيضاً استفدتم منها فتابعونا خلال الأيامات المقبلة للتغطية الإعلامية لهذا المؤتمر ونتمنى للجميع كل الخير والتوفيق وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى